احتضنت مجموعة مدارس جونجو غصة الخصوصية بمدينة الضروة حفل تخرج بهيج احتفاء بالتلميذات والتلميذ المتفوقين حيث بوأت المؤسسة صدارة نسب النجاح والتي بلغت مئة في المئة بالإضافة إلى المعدلة المشرفة على الصعيد الإقليميكي لفوج أطلق عليه اسم محمد صديق معنينو للموسم 2022-2023 الحفل حضره عدد من الفعاليات كلا من السعدي أسجون طريق البخاريك جواد العالمي رشيد رفيق هشام الوالي طلح جبرين جواد السيح الشيف خديجة بن سديرا وآخر حيث تم تتوجو تلميذ وتلميذات البكالورية بالمؤسسة الخصوصية جونجو غصة الضروة أولا نسعيد بحضوري في هذا الحفل الذي يتوج سنة دراسية ناجحة وأهنئ الطلبة على نجاحهم ولكن أهنئ المؤسسة لهذا الرقم القياسي في نسبة النجاح وهذا راجع أولا إلى شخصية الحجم راهيم مدير هذه المجموعة الذي يتابع بكل أريحية النشط التربوي والتعليمي وشكرا للطاقم التدريسي الطاقم الذي تابع طيلة السنوات الماضية تكوينا وإعداد هؤلاء الناجحين والناجحات وأنا سعيد لكون عدد الناجحات هذه السنة مرتفع جدا وأتمى لهن ولهن النجاح في الدراسة الجامعية المقبلة كما تشوفوا كاملين نحن في مجموعة مدارس جونجوريس أولا نشكره سي إبراهيم النعناعي مدير المؤسسة نشكره جميع العائلة التي نعتبرها عائلة التي هي تربوية وإدارية وفنية شكرا للصرح التعليمي على هذا الاحتفال بهذه الولدات التي حققوا هذا الإنجاز ما يتحقق في جميع المؤسسات هي أن الباكالوريا كانت بنجاح دي المية في المية شكرا لهم شكرا لأباء ديانهم اللي يضحوا بالغالي والنفيس بش يكونوا هذه الولدات وهذه رسالة للجميع التلاميذ اللي في السلك الإعدادي والسلك الإبتدائي أنهم يشوفوا الحمد لله هذه الولدات اللي في الباكالوريا واللي استطعوا أنهم يتجاوزوا بالنقاط يعني اللي هي مهمة جدا ليوصلت للـ 18 ونص وهذا شيء مشرف لا داخل مدينة الضروة ولا إقليميا شكرا مجموعة مدارس جونجوريس شكرا لهذا الأباء وهذا الاحتفال الجميل وما سيكون أول مرة إن شاء الله ولا آخر مرة بالمزيد من التعلق والنجاح إن شاء الله وتسعى مجموعة مدارس جونجوريس الخصوصية والرائدة إلى تنشئة الأجيال على درجة عالية المستوى من التربية والتعليم وعلى أسس متينة وراسخة من الأخلاق والعلم والمعرفة وتعتمد في هذا الإطار على طاقم إداري وسربوي متمكن دو خبرة كبيرة بهذا المجال اشتركوا في القناة